أهلاً بكم مشاهدين ومجاز الأخبار والبداية مع عنوين الأخبار الرئيس السيسي يؤكد أن التوجه لمجلس الأمن للنظر في قضية سد النهضة جاء نتيجة للتعنت المستمر من إتيوكيا شكري يؤكد أن مصر ستحث مجلس الأمن على دعم الوصول إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة خلال ستة أشهر مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء في السودان تنفيذاً لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي التاسعة صباحاً السابعة بتوقيت جرينتش مجازون إخباري أتيكم من القاهرة أهلاً بكم أكد رئيس عبدالفتاح السيسي أن قيام مصر والسودان بطلب عقد جلسة لمجلس الأمن للنظر في قضية سد النهضة كان نتيجة للتعنت ومحاولات فرض الأمر الواقع من جانب إثيوبيا الأمر الذي أدى إلى تعاثر مصاري المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الإفريقي جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسيكادي وذلك للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات قضية سد النهضة وذلك في إطار نعقاد جلسة لمجلس الأمن اليوم للنظر في القضية كما أكد الرئيس أن تحرك مصر والسودان في مجلس الأمن يهدف لتعزيز المصاري الإفريقي ويؤكد على قيادة الاتحاد الإفريقي ورئاسته للمصاري التفاوضي مع تمكين رئاسة الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع الدول والأطراف المشاركة من الاطلاع بدور فعال في تسيير النقاش وصولاً لاتفاق ملزم قانوناً لملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني واضح ومحدد من جانبه أكد رئيس الكونغو استمرار التنسيق المكثف بين البلدين خلال الفترة المقبلة للعمل على الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية يشارك وزير الخارجية سامح شكري اليوم في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة واضف بيان وزارة الخارجية أن شكري سيلقي كلمة مصر خلال الجلسة قال وزير الخارجية سامح شكري لوكالة أسوشياتي بروس إن مصر تحث مجلس الأمن على مطالبة جميع الأطراف بالتواصل إلى اتفاق ملزم خلال ستة أشهر بشأن سد النهضة وضف شكري أن عشر سنوات من المفاوضات حول سد النهضة فشلت في التواصل إلى اتفاق مع إثيوبيا مشيراً إلى أن مصر والسودان دعتا إلى اتماع لمجلس الأمن في ظل التهديد الوجودي لشعبي البلدين بسبب سد النهضة وشدد شكري على أن مصر ستؤيد مشروع القرار التونسي خلال جلسة مجلس الأمن المقررة مساء اليوم وأن رئيس الاتحاد الإفريقي يمكن أن يتولد دور المركزي في الوساطة لإجراء مفاوضات لكن بصيغة تضمن إيجاد حل للقضايا الخلافية كما أكد وزير الخارجية سمح شكري على الموقف المصري الداعي إلى ضرورة التواصل للاتفاق قانوني مدزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة جاء ذلك خلال اللقاء شكري بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في نيويورك في إطار لقاءاته واتصالاته المستمرة في نيويورك مع مختلف الأطراف لشرح الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة الإثيوبي والتحضير للجلسة المرتقبة لمجلس الأمن بهذا الشأن وشدد شكري على رفض مصر القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتين المصد كما شدد شكري على ضرورة اطلاع الأطراف الدولية على رأسها الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن بمسؤوليتها تجاه دفع إثيوبيا إلى الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة في المفاوضات من أجل التوصل للاتفاق المنشود وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإخراج التصميمات الخاصة بمركز مصر الثقافي الإسلامي ومسجد مصر في العاصم الإدارية على نحو يعكس التاريخ المصري الإسلامي العريق وكذلك الحضارة المصرية الثرية الممتدة على مدار العصور جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من مسؤولي الهيئة لمتابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة على مستوى الجمهورية بالتعاون والتنسيق مع الجهات والوزرات الحكومية كما وجه الرئيس السيسي بتطقيق كافة الدراسات والبيانات ذات الصلة بتطوير محور صلاح سالم نظراً لمروره وسط مناطق القاهرة التاريخية والإسلامية وذلك على نحو يحافظ على قيمة تلك المواقع وفي ذات الوقت يحقق الهدف المرجوة من التخطيط المنظم الحديث والسيولة المرورية وتخفيف الأعباء على المواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القادر أعلى للقوات المسلحة أقلعت أربع طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولي بجمهورية السودان لنقل كميات كبيرة من الأدوية والمستنزمات الطبية من أجل المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين وعرب الجانب السوداني من جهته عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبدولة من جمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعباً نهاية الموجز ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت كما يمكنكم متابعة مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستجرام يوتيوب اشتركوا في القناة